اشتركوا في القناة وتبلغ قيمة الاصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في الاول من شهر مايو 2024 وتنتهي في 31 من شهر يوليو 2024 كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الاذنات 95 من 100% وبلغ معدل سعر الخصم 98 و 524 من 100% علما بأنه قد تمت تخطيط الاصدار بنسبة 181% كما بلغ الرصيد القائم لأذنات الخزانة مع هذا الاصدار ما قيمته ملياران و 110 ملايين دينار بحريني انطلقت في ديوان الرقابة المالية والادارية دورة تدريبية حول مسؤولية المدقق بشأن شبهات الاحتيال المكتشفة أثناء أعمال الرقابة بحضور مشاركين من منتسبي الديوان ومن الأجهزة الرقابية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة وذلك في إطار تنفيذ خطة تدريب العاملين في دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون ورحب الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة وكيل الدول للرقابة الإدارية بالمشاركين مؤكدا أهمية التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات بين أجهزة الرقابة وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بالمعايير المهنية ذات العلاقة بشبهات الاحتيال والفساد في القطاع العام وكيفية الكشف عنها أثناء أعمال الرقابة والآن نترككم مع أعضاء الأسواق المالية الخليجية وقع السيد علي البقاليا رئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ألبا مع كل من السيد ياسر الحجيري رئيس مجلس إدارة نقابة عمال ألبا والسيد يونس ألمبارك رئيس مجلس إدارة النقابة العمالية لشركة ألبا بروتوكولاية تعاون لتنظيم العلاقة بين ألبا والنقابتين التابعتين للشركة من خلال تحديد القواعد والإجراءات التي يجب اتباعها في التعامل مع مختلف القضايا العمالية وأليات التواصل المفاوضات والتمثيل بين إدارة الشركة والنقابتين وذلك بما يتمشى مع قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون النقابات العمالية أكد ألمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك هيثم الغيس الأهمية الكبيرة لصناعة النفط والغز فيما يتعلق بتوفير الوظائف حول العالم والفوائد الاقتصادية المهمة التي تقدمها على مستوى الاقتصادات المحلية والوطنية بما توفره من فرص عمل مميزة للشباب أصحاب المهارات العالية كذلك فرص الاستثمار أمام الشركات في مقالة له بعنوان الوظائف مهمة قال الغيس إن صناعة النفط والغاز تلعب دورا مهما في التوظيف على مستوى العالم مشيرا إلى أن هذه الصناعة بمفهومها الأوسع تشمل عدة أنشطة ومجالات مرتبطة بها تشمل جميع سلسلة التوريد والتصنيع وشركة النقل والفنادق والمحلة التجارية والآن نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة